مرحبا بكم في قناة تحفة يوتيوب أخبار اليوم الوزير السابق هو دائما فرعون تنهر ولن تصدق عن كيف أصبحت وهذا ما وجدوه عندها وهدبأته على الجزائريين بداية عادة الوزير السابق هو دائما فرعون الموتول مجلدا على عدة ملفات تقيلة بعد اكتشاف طوام ضخمة سببت فيها بفسادها أولا كان ظهورها في المحاكمة الأخيرة مفجئا وصنعت الحدث بعد أن ظهرت في جلسة المحكمة نحفة جدا وهزيلة وعلامات الإرهاق وتعبادية على وجهها الشاحب اتغيرت ملامحها كثيرا ويبدو أنها لم تستطع تأقل مع الحب شأنها جاء العديد من زملائها وزملتها من المسؤولين السابقين الذين انهاروا كليا في الحبس وتغيروا كثيرا في مظهرهم خاصة وأنهم انتقلوا من حياة السلطة والرفاهية تامة إلى حياة زنزانة والسبة يوميا دون أي امتيازات هذا ويبدو أنه دائما فرعون أكثر من لم يستطعوا المقاومة وكانت مصدومة كثيرا في أخر ظهور مع المتهمين معها ومنهارة كليا مع العلم أنه دائما فرعون عليها ملفات فساد تقيلة وهي التي كبدت الخزينة العمومية خصائر بألاف الملايين بسبب سؤستغلالها للوظفة وتقديمها امتيازات غير مستحقة للغير أنها بتبديد الملعن بطريقة لمسؤولة وعليه هي تمتلك تروى ضخمة كوناتها بطرق غير شرعية فكل المتابعين في قضايا الفساد كونوا تروات ممثلة وأدخم بالفساد عبر الرشاوي وصفقات مبرمسة الطاولة فيما بينهم والمفاجأة هي أنه كلما قامت مصالح الأمن بمدهمة أي منزل متابعين في قضايا الفساد إلا وتم العضور على أملك تامينة يخبئونها ويوزعون عها على كل فيلا والشقق التي يمتلكونها حيث تم حجز مئة ألف الملايين وكشفت صحف محلية أن الأخيرة ينتظر أن يتم البدء في حجز ممتلكتها كباقي المسؤولين الذين تم حجز منازلهم الفاريه من فيلات وأراضي والشركات والشقق والسيارات ومنقولات تم يتم متدرسها كليا مع كل من يطبق عليه حكم المصادرة لهدف الأخيرة في ورطة ويبدو أنها لم تستطع تأقل مع الهبس وعليه فوضعها متأزم أكثر من أي زميل لها في الحب وتعلم جيدا ما ينتظرها لأن تراكم الأحكام يعني أنها ستصمد فترة طويلة مع جمع أحكام الحبس جميعا مع بعضها مع للم أنها كانت عندما كانت وزيرا للإتصال كانت تتير الجدل بخرجتها التي في أغلبها كانت تكذب حول الانترنت ومشاريع ضخمة ظلت حبرا على ورق رغم وعودها للشاب وصرف ملايين دولارات دون أترى النور لتجني الآن شر عملها وتلاعبتها بالشعب وسوء استغلالها لمنصبها حينها فقد حطموا الاقتصاد وفقاروا الشعب بسياستهم فما رأيكم في الحكم الأنسب عليها؟ أخبار اليوم ماذا فعلت زوجة أويحيا قبل الهروب وماذا أخذوا معهم؟ وهكذا حاول أويحيا التغطية عليه والأخير ينهار وهذا هو السبب فماذا أعطى لعائلته قبل حبسه وتفاصيل مفاجئة لأول مرة؟ بداية الوزير الأول أسبق أويحيا الذي يعد أكثر من سبب خسائر للخزينة العمومية هو بدوره طبعا مع كل هذا الفساء كونت طروة ضخمة له ولعائلته والملفت للأمر هو عودة قضية عائلته وهروبهم للخارج فقد كانت هربت زوجته خارج أر الوطن بجانب ابنها وحفيدها وتحديدا إلى مدينة أليكنت الإسبانية وتحرك بين دول أوروبية بعدها لتمويه والهروب من العدالة الجزائرية إذ تضح أن أويحيا الذي كان يقول حينها لشعب الجزائري ليس من الضروري أن تأكلوا الياورت يا أيها شعب الجزائري ويقولوا يجب أن تقبلوا تقشف والأموال التي توجد رغم البحبوحة المالية وألف مليار حينها بالرغم في ذلك لذلك كان أويحيا ينهب ويبدد للمال لعام ويأكله وعائلته ملايين دولارات دون أي ضمير مع العلم أن زوجة الوزير الأول السابق الآخر سلة هي أيضا كانت هربت من الجزائر خوفا من حبسها حيث هربوا فور بدء حبس المسؤولين وانطلق المنجل في جرهم للمحاكم إذ أن العديد من زوجات الرجال العمل والوزراء وحتى أولادهم كانوا هربوا خارج الوطن ومنهم لم يهربوا العديد منهم ذب ما حبسهم نهيك عن حبس البعض ابنهم أثناء محاول نهيك عن حبس البعض منهم أثناء محاولتهم الهروب خارج الجزائر في حين أن زوجة هامل وأبنائه تورطوا معه وحبسوا وغيرهم الكثير ممن ظلوا في الجزائر أو فشلوا في الهروب وقحوا أمام شهر أفعالهم إذ أنهم تورطوا أيضا في قضايا الفساء وهذا لأن الوزراء ورجال الأعمال كتبوا عليهم ترواز طائلة من شركات وحسابات بنكية وفلات لتمويها على النهب ومحاولة تشتيت العدالة لهذا فهم تورطون ومن هربوا عليهم أحكام بالقبض دولي وبدأت العدالة بالفعل في إعادة البعض منهم إذ لم يكتفي المفسدون بالنهب بل راحوا يهاربون الأملك للخارج وتلك هي الأصعب لأن مصدرت ممتلكتهم داخل الجزائر سعلا أما المهربة فمعقلة جدا وصعبة خاصة وأن أغلب الدول لا تسهل طلبة الإعادة أخبار اليوم جدل قضية سبائك الذهبية التي وجدها عند أويحية تعود مجددا وتفاصيل جديدة تكشفوا اعترافات الأخير تفاجئ الجميع أولا عادت قضية سبائك الذهبية للوجهة مجددا مع عودة أويحية للمتول على عدة قضايا فسرتقيده لتضاف عليه أحكام جديدة وهو الذي تترك معاله الأحكام بعشرات سنوات أما وبالعودة للتفاصيل الجديدة في قضية سبائك أويحية ترفى بمعلومات مدوية قال أنه تلقى سبائك ذهبية من أمرأ في دول الخليج وكانت قالت صحف محلية أن مجموع وزن ذهب أويحية من الخليج تخطت التي مئة كيلو جرام تلقها على دفعات الأخير ترف بعد أن تم مواجهته بالأدلة وحاول الترقيع بالقول أنه تلقاها كهدايا من بعض الأمرأ في الخليج للترخيص له من أجل الصيد في صحراء الجزائرية وتحديدا لصيد الحبار والغزلان في صحرائنا وقبل الحديث عن الهدف الحقيقي وراء تلك الرشاوي والدهب الأخير أكد أنه قام ببيع تلك سبائك في السوق السوداء للعملة مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يعلن عن هذه المعلومات سابقا لعدم تعرض مصالح البلاد للخضر في سياق تبرره لمبالغ باهدة وجدت في حساباته كما أنه ورط عدد من المسؤولين معه بقوله أنه ليس هو الوحي الذي قدم له أمرأ خليجي سبائك ذهبية فهناك العديد من المسؤولين سابقا حسبه أخذوا الذهب مثله وجل وهدفه فتبررت أيحية التي حسما ورطت لكنه لم يقل حقيقة كاملة وتبررته سدجة إذ أن الجزائريون ليسوا أغبياء حتى يصدقوه ونعلم جيدا أن أمرأ الخليج يقدمون ذلك الدهب والرشاوي والأملك الضخمة ليس من أجل صيد الحبار والغزلان بل من أجل أشياء أتمن بكثير ويعلم أن الهدايا أيام الرؤساء الذين تعقبوا على حكم البلاد من بن بلا إلى يامين زرواد كانت تذهب إلى خزينة البلاد إلى أن حل على رئاسة الجمهورية قوم أخرون لا يحللون حللا ولا يحرمون حراما فبات مال الدولة ملك مشاع بين لأم النظام يتقاسمونه فيما بينهم وكأنه ملك أبائهم وأجدالهم ولم يسلم من ذلك إلا من رحم ربك من المسؤولين لن تستطيع التصديق عما فعلته الوزير السابقه دائما فرعون والصلد الغارب والعجيب الذي لم يحدث مثله في الجزائر وهذا ما تم العطور عليه عندها مجددا والأخيرة التجمد بأدلة الملف القوية والتي هزتها أولا الوزيره دائما فرعون تعود بقضية تقيلة جدا وهي التي تم حبسها بعد أنوا أموال رحمة وكبدت الخزينة العمومية خصائر بملايين دولارات ليستفق الجزائريون مجددا على قضية من العيار التقيل بطلتها دائما فرعون فيما يخص الأليف البصارية والامتيازات الغير مستحقة إذ قدمت تخفيضات لم تحدث من قبل وأصبحت بطلت ما يسمى بالسولد أين تم الكشف أن الأخيرة مشروع الأليف البصارية كان قدر ب131 مليون دولار إلا أنها صدمت الجميع خفية حينها أثناء توليها لمنصب زيارة الاتصال بتقديم تخفيضات للمتعامل بنسبة 39% وتمني بالمأة على التولي ليصبح المبلغ الإجمالي يقدر ب73 مليون دولار فقط دولار وهو ما جعل محققين لمفتشي العمل المالية يتسألون عن خلفية هذه التخفيضات المقدرة إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق